بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر في خلق الله المرسلين نبينا محمد وعلى آله وطحبه أجمعين يسعدني المشاركة مع الجامعة العليقة في جامعة الملك خالد للتحدث عن المواطنة وعن الهوية وعن المملكة العربية السعودية الذي نفتخر ونعتز بانتمائنا لهذا الوطن العظيم المجيد أي الحقيقة مواطن على امتداد فترات عمره عندما يكون له وطن بمثل المملكة العربية السعودية لا بد الحقيقة أن يكون لديه شعور بالفخر والاعتزاز والانتماء والولاء والحب وأن يكون لابنة صالحة في هذا المجتمع ينتج ويعمل ويكون لديه طموح ويكون لديه تطور في حياته لخدمة هذا الوطن الذي يعني يعطانا الأمن والأمان والاستقرار بعون من الله سبحانه وتعالى لا بد أن نعرف مقومات هذا الوطن العظيم أولا هو وطن العقيدة الإسلامية وطن الحرمين الشريفين يعني الانتماء لهذا الدين العظيم انتماء جدا يعطينا الشعور بالأمان ونحن من هذا البلد أكثر من مليار ونصف مسلم من جميع أنحاء العالم يأتون ليأدون صلواتهم باتجاه قبلة الحرمين الشريفين مكة المكرمة وفي نفس الوقت هم أيضا في الحج وفي العمرة يأتون لأداء مناسك الحج ومداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبو الشريف هذا يعطي الحقيقة خصوصية لهذا البلد العظيم المبارك الذي يتولى أو يفتخر ملك هذه البلاد بلقب خادم الحرمين الشريفين وهو سيدي الملك سأمان حفظه الله وعلى امتداد الملوك السابقين كان هذا الانتماء وهذا اللقب مصدر فخر واعتزال المملكة العربية السعودية أعطت هذا أيضا الحرمين الشريفين لكل الحب والعناية والرعاية والمباني والتجهيزات لهذا أصبح كل من يأتي يجد طمانينة ويجد الراحة ويجد الخدمات المغفرة لملايين الحجاج والمؤتمرين هذه الميزة أيضا أدت إلى انتشار رسالة الإسلام إلى جميع أنحاء العالم قبل عدة سنوات كان المؤتمرين الذين يأتون من بلد بعيد مثل كندا كانوا يعدون بالأصابع الآن الذين يأتون للعمرة أو الحج من كندا بعشرات الآلاف السبب الحقيقي أنه طبعا بعضهم كانوا مهاجرين وابتعدوا قليلا عن الدين الإسلامي ولكنهم عندما أصبح يرون النقل الفضاعي لمشاعر سنوات التراويح وقطبة الجمعة ومترجمة بجميع اللغات إضافة إلى مئات الملايين من نسخ القراءة الكريم التي تطبع بجميع اللغات من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أدى إلى أن تهفوا قلوبهم وبالتالي زيادة الداخلين للدين الإسلامي سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في الشرق أو في الغرب هذا أيضا أعطى ميزة لهذا الوطن العظيم وأعطاه تفرد يدعونا الحقيقة نفتكر أنه رعاية هذا الدين والمحافظة عليه ونشره والقيام بواجب الدعوة إلى الله أيضا خصت بها هذه المملكة العربية السعودية والله الحمد الأمر الآخر هو قوة الموارد الطبيعية والاقتصادية بوجود البترول الذي أفاء الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض باكتشافه أصبح النفط وأصبح الاقتصاد مصدر قوة لهذا البلد فعمرت المدن وعمرت الصحراء وقيمة الطرق وقيمة المستشفيات وقيمة الجامعات إلى درجة أنه يمكن رؤساء دول يأتون يعالجون في مستشفيات المملكة العربية السعودية نتيجة التقدم الكبير إضافة للمملكة العربية السعودية ضمن أقوى عشرين دولة اقتصادا في العالم وهذه القوة وهذه المكان أعطاها قوة سياسية أعطاها قوة اقتصادية أعطاها قوة اجتماعية وأعطاها قوة أيضا سياحية وبيئية متميزة أيضا هذا كان داعي لجذب الملايين للعمل في المملكة العربية السعودية آخر إحصال لدينا 13 مليون وافد من جميع أنحاء العالم ومن يأتي لا يريد أن يغادر يعني ليش الناس يأتون للمملكة العربية السعودية اللي يعملون انتم مجرد ما تلتفت في الشارع في البقالات في المحلات في المسجد تجد الحقيقة الملايين الذين يأتون من كل مكان وإذا جاءوا لا يريدون أن يغادرون وتجد أن هناك زحام شديد على سفرات خادم حرم الشريف وجميع أنحاء العالم للحصول على فرصة وظيفية في المملكة العربية السعودية هذه نعمة كبيرة جدا الناس لا يأتونك إلا لأنهم يجدون الخير والاطمئنام والكسب الشريف هذا يحملنا مسؤولية أن نعشق هذا الوطن ونعرف وندرك أهمية المواطنة فيه مقومات هذه كلها جعلت المملكة العربية السعودية مصدر أمان واستقرار تعالوا ننظر مثلا إلى الحدود البرية والبحرية الكبيرة للمملكة العربية السعودية أيضا خلاها أيضا للمهربين والمتسللين أيضا جانب للتسلل والدخول إلى المملكة العربية السعودية ومحاولة العيش فيها ولهذا يكون محرص الحدود بجهود كبيرة جدا للمحافظة على كيان هذه المملكة العربية السعودية عندما نتحدث عن المواطنة بمفهومة الحقيقي نجد أن هذه المواطنة تأتي من خلال أيضا ما تقدمه الدولة المملكة العربية السعودية لمواطنها تعليم الحمد لله من بداية سن التعليم وهي متوفرة وبالمجان بشكل متميز طلاب الجامعة ما شاء الله يأخذون مكافآت ويدرسون في كافة التخصصات هناك مساواة وعدالة لكل طالب الحق أن يتميز ورعين أبن القرية وأبن الهجرة وأبن البادية يتحول إلى استشاري بارع في الطب يتحول إلى يعني مهندس في شركات ضخمة يتحول إلى قائد وزير حكومي هناك أي الفرصة متاحة لكل إنسان أن يبرز ويعطي ويبذل ويتعلم لهذه السواسية وهذه العدالة نراها من خلال المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في القطاع الخاصة الذين تولونها مسؤوليات كبرى من أبناء المنملكة العربية السعودية في كل مكان من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الأرض إضافة إلى كما قلت الحقيقة من طريف من أقصى الشمال إلى جازان في أقصى الجنوب ومن ينبع إلى أقصى الغرب إلى الجبير في أقصى الشرق بلد مترامي الأطراف تستطيع أن تقود سيارتك وتنتقل وتترك أسرتك في مدينة أقرى وأنت آمن مستقر يعني آخر إحصائيات المشي ليلا المشي ليلا تصنف أمنيا المملكة العربية السعودية أفضل دولة من دول العشرين اللي هما لقوا اقتصادا في الآلم من ناحية الأمنية فيما يتعلق وتصنف المشي ليلا نحن نشوف الحقيقة المناسبات التي تقوم في المملكة الترفيه وسائل التواصل المحلات الاقتصادية الكثيرة المطاعم المقايا كلها ناس آمنة ومستقرة والله الحمد لا يوجد هناك يعني شيء يسجل ضد المجهول